أصعب ما في الفقد التمسك ببصص أمل تتفق كل ظروف على استحالته أمل أن يكون فقيدك على قيد الحياة بين ركام البنايات التي أتى عليها إعصار دانيال ليلة العاشر من سبتمبر هذه هي حال سكان درن المنكوبة رغم الوجع يواصلون الشد على حبل أمل هش متمنين العثور على أحبتهم ولو كانوا جثثا هامتا قد يطفئ دفنهم تحت الثرى جمرة الانتظار المتقدة يعني الصعوبة في أول أيام الأمل يجيك واحد يقول لك لا لا شفتهم هنياهي لا واحد هنيت فأتى كانت يعني شنب نقول لك يموت عندك كل يوم تمت والآخر يقول لك لا لا حقيتها قاعد في الحوش هنياهي ولا لا في وقت الموجة كان في الحوش والآخر يقول لك لا شفتها في الحوش يعني دوخوني وخلوني طلعت من عقلي لأيام هذا النياهي كارثة بكل مقييس فنسأل الله لنجاه يعني حتى حي والله ميت المهم ندفنا نعرف المكان بتاع رغم مرور أكثر من عشرين يوما على المأساة يواصل عبد السلام البحث في هذه القاعة بين صور المفقودين أو الموتى عساه يلمح أباه أو أخاه بينها يحاول تعرف عليهم بين الوجوه الكثيرة لكن دون جدوى لتمر الأيام وتتضاءل معها فرص العثور عليه ما بين الركام وكي جينا هنا ندوره طبعا كانت طامي شوف انت الحالة نياهي كان كلها طامي ونحسوا في الطامي ونطلعوا واني ما صارش تعبنا طبعا فكلمنا اللجنة معهم كليب ومعهم اني دوروا هنا في الحوش ما لقوا الشيء اللجنة بعدها لجنة إيطالية حتى يبحث جثث ما لقوا الشيء هنا في الحوش فقلنا بلك واخذوا من البحر بلك في المينة هنا بلك في الاني فكلمت عندي أصدقائي بحكم كنا في الصيد فقعدين يبحثوا عليه والبحث ما زال مستمر لعنتوى ما نكش مدرسة ما نكش مكان مستشفى ولا مشينية لا سألنا عليه سألنا دورنا ما صار شيء ما القناش تتعدد صور الفقد في درنا ليبيا لكن أكثرها وجعا أن يعيش الإنسان حياته دون أن يعرف إن كان فقده على قيد الخياة أم من عداد الموتى وبين نار الانتظار وشعاع الأمال الخافت يواصل سكان درنا البحث عن ذويهم في انتظار المعجزة